اشتري عصير اشتريت بأد سعر عشر مرات العصير اخدت الورقة وصلت على بيتي نظفتها من الوحل حطيتها على جنب قلت انا شخص في مشكلة بحياتي تركت سوريا واجيت على لبنان لاجل صوت بفضل احساس اخدت ورقة ما بتسوى شيء واشتريتها بمصاري شو بدي اعمل؟ لكن بهذا الوقت انا انتقالت من الشخص اللي كان يصلي وكان يصوم وكل الامور لشخص مع البنات شخص يشرب شخص يأرجل يدخن يعمل كل هذه الامور يعني حياة اللي يفكرها الشباب هي حرية وهذا الوقت لما انا اخدت الورقة الله بالنسبة لي كيف نقول الله هو خيال او وهم هذا بالنسبة لي كان الله وهم بالنسبة لي فاخدت الورقة وبعدين قرأتها بعد ما قرأت الورقة كان شخص مهندس يشتغل بشركة لبنانية قريبة على المكان اللي كانت ساكن فيه كاتب شهادة حياته هو كان فلسطيني لبناني وكان مسلم وكان يحكي كيف المسيح غيره كيف المسيح شفاء فانا ما كان بالنسبة لي الشفاء هو شفاء جسدي وشفاء بس من امراض هو كان يحكي كيف المسيح شفاء نفسيا وروحيا وكيف المسيح خلصه وبركات الموجودة بالانجيل وكاتب بآخر الورقة الرب يسوع يبارك حياتكم كبيت للورقة عشان الله موسى محمد عيسى واليوم في شخص جديد اسمه يسوع المسيح غير عيسى المسيح وغير المسيح اللي انا سمعت عنه قام من القبر لكن هذا الشخص كان عم يقول انه انا قمت ثانيا مع المسيح كبيت الورقة وكفيت بحياتي كفيت حياتي اللي انا بدي مبسوط فيها حياة المراهقة وبلشت ابقى روح مع البنات ابقى اشتغل لحتى يكون عندي دخل مادي لكن مش مبسوط بحياتي فيه فراغ كبير بقلبي يوم واحد وثلاثين ثمانية بعد ادعش يوم من ما لقيت الورقة رجعت على البيت حزين مهموم فيه مشاكل معنو صغير جدا لكن مش مبسوط اياما كنت عمقول الانتحار افضل للي رجعت على البيت وبلشت احكي كلمات بذيئة عن الله انت مكرسح انت ما بتقدر تعمل شيء انت بس تسألنا على الجهاد طيب انزل وشوفنا شخصك وكانوا يقولون اللي يخزئ القرآن الله بيعطيه بلية قلت بدي يخزئ القرآن بس لا شوف اذا انت موجود اللي بيسيب له الله الله بيعطيه الجلطة او يعطيه البرص او يعطيه اي شيء ثاني مثل غضب الله ينزل عليه فانا كان عندي هدف اغضب الله بس لا شوف انه هذا الشخص موجود مش حيط او كلام بس نقول انه الله هو الله بالسماء وما بنشوفه فرجعت على البيت بلشت سبلة الله تكلم عليه الكلام المش حلو لكن كان هذا الكلام من الثاني لا اثبت وجودك للي كانت الكلمات المش حلوة تطلع بتقوله اثبت وجودك للي وبعد هذه الكلمات سجدت حتى اغتي وقلت له يا رب مين ما بتكون تكون هذا يسوع اللي بيقول عنه هذا الشخص اللي كان مسلم وصار مسيحي مع انه بالنسبة لي انا كمسلم هذا مرتاد ويجب قتله او عيسى المسيح او المسيح اللي سمعت عنه قام من بين الاموات او موسى لليهود او محمد للإسلام لكن يا رب انا مش قادر اقبل انه انت الله اللي حكي عنه بالغزوات انت الله الدموي انا مش قادر اقبلك انت لانه انا شخص بحب الناس انا شخص ما بحب كون دموي ما بحب اضرب حدا حتى لما كنت صغير كانوا يقولوا لي انه هذا الشخص اخوذ لانه اللي بيضربني بسكت له او بروح اخبر اهلي عنه ما بحب اضرب حدا فقلت له انا مش قادر اقبلك انت هذا الشخص بهذا الوقت اخ نزار كنت عم حس الكلمات تطلع من لساني لكن طلع من قلبي طلع من شؤلة حتى اثبت شخصك لأهلي ساعة اثنين ونص بالليل بلبنان وباب غرفتي مسكر شباب غرفتي مسكر مدور المكيف لان وهذا الطقس بلبنان يكون رطوبة وحر كان شخص بغرفتي وجهه نور وشخص حقيقي قال لي ندلا قم انا هو الطريق والحق والحياة مسك ايدي شخص حقيقي تقريبا خمس طاعة ثانية راح لكن هو راح وشال اثقال شال اطنان من التعب اللي هي على كتافي شال اطنان من التعب اللي هي على قلبي انا ذكر نمت بيوما من الساعة ثنتين ونص او اكثر شوي لثاني يوم الساعة ثلاثة الظهر نمت مرتاح انا صحيط الصبح خفيف جدا في شي غير في منظور ثاني لحياتي انا كل يوم كنت افتح شباب غرفتي بتطلع بدي اشرب السجارة شو هايذ الناس كل الناس متخانئين لكن اليوم في صوتها صفير الشجر بلون مختلف البنايات اللي كل يوم كنت شوفها بالنسبة الي بنايات عادية واذا كم طابق عشر خمس طاعة طابق لكن اليوم البنايات مختلفة كليا الناس اللي بالشارع مختلفين كليا في شي صار بحياتي لكن مش عارف عارف انه هذا الشخص شال اخذ شي معه وما بعرفه من هو اول مرة كنت اسمع كلمات انا هو الطريق والحق والحياة وعيت الصبح عملت الترويئة ساعة ثلاثة مش الصبح كانت اول مست الظهر يعني عملت الترويئة باللبناني نقول للفطور ترويئة عملت ترويئتي وجلبت اللابتوب وبلشت ابحث الطريق والحق والحياة ظهر لي وبسايت موقع الكتروني اي بث بلبنان وبمصر وبكل مكان شخص اخ محب مصري قال لي هذا يسوع المسيح قال له لكن انا ما في نقبل انا مسلم انا امي مسلمة واخواتي مسلمين ليش اللهم خلقني مسيحي قال لي يا حبيبي يسوع المسيح هو فقط الطريق الوحيد لالله واذا بدك تعرف عنده عنده اقرأ الانجيل قال له ما عندي انجيل ممكن تلاقيه بالقرآن قال لي ممكن تلاقيه بالانجيل حابعت لك اللينك اللي هو تنزل الرابط اللي بتنزل منه العهد الجديد طب ليش عهد جديد وعهد قديم قال لي اقرأ ونرجع نحكي بلشت اقرأ ما قال لي وين بدي لائيه فبلشت اقرأ متة مرقص لوقا يحنى يحنى الاسحاح 14 العدد السادس قال انا هو الطريق والحق والحياة رفعت ايدي قلت له يا رب انا لا اليك مرتاد غير مرتاد شو بيصير بحياتي يا رب انا لا اليك لانه الراحة النفسية والراحة الجسدية واطنان راحت عني من التحب ما راحت الا فيك مجدا للرب امين